بعد المباراة وإلى الآن مواقع التواصل الاجتماعي ما حد قاعد يتكلم عن المباراة أبداً أنا قاعد أشوف كل المغردين من إعلاميين محليين وحتى إعلام خارجي ومغردين مصطلحة تسميتهم هوامير برضو ما يتكلمون عن المباراة الحديث كله عن حركة كريسيانو رونالدو والحديث أيضاً أنه هل يعاقب ولا ما يعاقب هل هي على الناقل أو ما هي على الناقل والحديث أيضاً أنه تكررت من هذا اللاعب أكثر من مرة والحديث أيضاً أنه كانت اليوم واحدة من اللقاطات واضحة تماماً أمام الجمهير حركة غير أخلاقية تماماً وموعبة ولاعب مثل كريسيانو رونالدو لقطة مثل هذه منتشرة في كل الكرة الأرضية الآن إيش الإجراء المناسب اللي يتعامل معاه إذا قانونياً يقول لك الناقل إذا مش على الناقل ما يتعاقب طيب وتكرارها واستمرارها إيش ممكن تتعامل معاه فيه أبو عبد العزيز شوف أنه دائماً يعني المشكلة لما تتكلم عن تويتر دائماً الواحد ينظر من زاويته هو دائماً يعني يقول لك الكل حكيم ما لم تكن القضية قضيته يعني اليوم أكيد كثير من النصراويين وإن كان فيه نصراويين عقلاء ولكن كثير من النصراويين سيدافعون عن لاعبهم ويرون أنه أمر طبيعي أو يستجلبون لقطات للاعبين منافسين يعني قاموا بحركات مشابهة نفس الشيء الناس اللي من الخصوم نادي النصر أو منافسين نادي النصر سيحاولون أنه هذه الحركة ولكن حنا نجي اليوم للحركة نفسها بعيداً عن هل هو رونالدو أو موبرونالدو أو النصر أو غير النصر هل الحركة مقبولة؟ أكيد الحركة غير مقبولة تكررت من اللاعب تكررت من اللاعب القانون يقول ما ناخذ إلا من الناقل الرسمي أو لجنة الانضباط تقول إنها ما تاخذ إلا من الناقل الرسمي لكن اللي أعرف أنا أن الناقل أو لجنة الانضباط أوقفت بغير الناقل الرسمي فما هو يعني وإن كان هذا الموجود هذا النص ولكن في أحالات أخرى لجنة الانضباط أوقفت لاعبين وأوقفت مدربين وأوقفت إدارين بدون لقطات النقل الرسمي تظل لقطات السوشال ميديا أو لقطات الفيديو يستشهد فيها بشكل كبير أنا هنا ما أقول اللاعب يتوقف أو اللاعب ما يتوقف فيه لجنة الانضباط هي من تقرر هذا الشيء لكن أنا أتكلم عن الحالة الحالة غير مقبولة أبدا الحركة غير مقبولة أبدا أتمنى يعني أن يكون فيه إجراء من قبل المسؤولين سواء في الرابط أو في الاتحاد وأتمنى برضه يعني لاعب حجم رونالد ومثل ما قلت أنه في كل ماذا الجراء يعني لا بتعودها ولا جراء عقوبة ما أقدر أنا أقول أنت كمراقب أنت كمتابع أنت أحمد العقيل أنا لو كنت موجود لازم اللاعب يأخذ فيها عقوبة لازم يأخذ لو أنا لي قرار لكن أنا أقول أنا أتمنى ولا أملي عشيس ما أحد يقول والله أحمد العقيل قاعد يحاول أنه يخلي مثلا لجنة الانضباط أنا بالنسبة لي ما أنا أقول لو كنت موجود أبأ أوصي بهذا الشيء لكن أنا اليوم أتمنى أن لجنة الانضباط يعني يكون لها إطار قانوني وتطلع قرار بيخص الحالة هذه والحالات المشابهة وغيرها